لضمان سلامة العاملين في القطاع السياحي والوافدين من السياح خلال صائفة عشرين والفين عدت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة الصحة البروتوكول السياحي الصحي التفاصيل في هذا التقرير لفاطمة العبدالي نشرت المنظمة العالمية للسياحة على صفحتها رسمية على تويتر البروتوكول السياحي الصحي تونسي الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة العاملين في القطاع السياحي والوافدين من السياح خلال صائفة عشرين وأكدت أن تونس وجهة آمنة ويذكر أن الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة كان قد ثمن خلال مكالمة هاتفية مع وزير السياحة محمد علي اللومي يوم الثاني من جوان الجارية النجاح الذي حققته تونس في مجابهة وباء كورونا كما اعتبر أن تجربة تونس تبعث برسائل تمأنا للعالم بأن تونس تعاد أحد البلدان الآمنة صحيا ويمكن السفر إليها